طب التسعير الجديد وحرك صحح لي احنا فاهمين انه العربية اللي انا بروح ابدلها بتتحسب بعشرة في المية للملاقي صح؟ كتحفيز وعشرين في المية للتاكسي صح؟ تمام فبتتحسب هي المؤدم يعني هي العشرة في المية كمؤدم او هي العشرة في المية كمؤدم يعني هنقول يعني نحسبهاش بالطريقة دي ما نشعنقول فيه مقابل احنا بنقول العربية القديمة وهي الغرض الاساسي ان المبادرة هي التخلص من هذه السيارة وبتالي السيارة طالما دخلت مجال التخريض اصبحت ليس لها قيمة اسمية ولا فعلي تمام العشرة في المية دول من سيارة عربية بتلتمية الف جنيه تمام هنقول ان هناك التسهيلات ده جزء من التسهيلات والتيصيرات اللي بتقدمها المبادرة للمواطن اولا هناك تسهيلات اولية في سمن السيارة الاساسي ان احنا بنحصل على تخفضات في اسعار السيارات مباشرة من شركات المنتجة للسيارات بتتحسب لك اقل من سعر السوق المطروحة بيه بالضبط بالضبط اذا هناك فارق ما بين السعر الموجود في السوق خارج المبادرة والسعر داخل المبادرة الامر التاني فرق كبير يستحق يعني بيتفاوت ما بين المركات ولكن هو بالفعل هناك فارق ومحسوس ملموس ليس تلتة اربعة تلاف جليه يعني بيفريقوا يعني قد يكون تلتة اربعة وقد يكون عشر او خمستاشر يوصل لعشر او خمستاشر حسب المركة طب مع الزيادة دي بتدخل فيها العشرة في المية بقى ازاي بتتحسب ازاي هنقول ان اولا اكمل بيدي التسهيلات بعد اذنك يعني بعد التخفيض هناك ايضا الجهاز المصرفي بكيادة البنك المركزي بيشارك ب31 بنك هذه البنوك بتقوم باقراض المواطن سمن السيارة بالكامل بيسدد نيابة على المواطن الى شارك السيارات مباشرة وعبر فائدة مخفضة جدا قدرها 3% فائدة سابتة وموزعة لعدد الاقصاد وطبعا دي غير موجودة خارج المبادرة تماما الامر التاني ان الاقصاد داخل المبادرة بتتراوح اما سبع سنوات او عشر سنوات حسب اختيار المواطن وحسب قدراته على استداد الاقصاد الامر التاني ان المبادرة بتمنح المواطن ما يطلق عليه الحافز الاخضر وده بتسدده وزارة المالية نيابة عن المواطن كمقدم للسيارة الجديدة الى شاركة السيارات مباشرة هذا الحافز بيقدر في حالة السيارات الملاكة زي ما ساعدتك ذكرت 10% من قيمة السيارة الجديدة ولكن بحد اقصى 22000 جنيه بحد اقصى اه يعني له سعف له سعف ل22000 جنيه بالضبط وفي حالة التاكسي 20% بحد اقصى 45000 جنيه في حالة الميكروباس 25% بحد اقصى 65000 جنيه ومعنا كذلك ترجمة نانسي قنقر